ونعب بداخل لتس كو الواقعية وات اه يقول وات والله العظيم منها وظيفة نايس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيسي 4 عمي رجعت لكم بمقطع جديد اليوم حلقتنا رقم ثلاثة ليش الحصان هذا معصب هدي هدي يا اخي الحصان يا جماعة الخير هذا ويد معصب لني ما حاط فيه سدر ما علي يا حصان خلينا نكمل المقدمة بالله عليك طيب يا جماعة الخير اشكركم على الدعم على سلسلة ردد الحلقة رقم واحد والله دعم دعم اسطوري الحلقة هذي راح نسوي شغلات كثيرة بإذن الله تعالى وراح نستمر بالسلسلة هذي دام انك انت تضغط لايك وتشجعني صدقني انا راح استمر واشجع كذلك انك تضغط لايكات على المقاطع الجاية فليش لا طيب يا جماعة الخير الحين مثلما تشايفين حصاني ما في سدل الحصان يمشيني يمكن يا شباب كيلو كيلو وين ويرميني لان ما في ما علي السدل فمادري احس ما لا علاقة بس لان مادري المهم ان السدل يحافظ يخلي يعني يخلي الراكب والحصان في قلب واحد انا مادرش قاعد اقول بس انتفاهمين علي لازم اشتري للسدل عشان ما يرميني مادريش قاعد يتفلسف طيب يا جماعة الخير انا خلف الكواليس جيت عند البيت هذا والله هنا بيت اسطوري شوفوا شوفوا مكانه وين هذي قرية فلنتين وهذا البيت لو تلاحظون ان الماب كانت في بيوت كثيرة هنا لكن اغلب الناس قاعدين تشتري بيوت بشكل يعني بسرعة فهذا البيت ابيلحق عليه بسرعة انا كلمت راينر وقلت لازم نجمع 6000 البيت هذا اسطوري شوفوا كيف الحين لانه بالليل ما يبين وايد لكن هنا شوفوا فلنتين هناك قاعد اشتري بصبع انا غبي المهم فلنتين هناك موجودة يعني المكان اسطوري خاصة لما تطلع الشمس تشوف الارض كده تحتك شي شي مر اسطوري البيت مره صغير لكن بعد حلو بيت سمبل بسيط علقات حالي والله شوف كم سعر البيت 6000 يا جماعة الخير سعر البيت 6000 ومساحة البيت 1000 يعني يمديك تحطي شغلات كثيرة اصدمكم انا كم عندي انا عندي 7000 يا جماعة الخير خلونا اراويكم كم عندي شوفوا لحد يحسدني لحد يحسدني يا شباب امزح يا جماعة الخير امزح معاي دولار واحد اي عندي 7000 لو عندي 7000 بدخل في اللعبة ما بقعد ألعب الحين عندي دولار واحد على الأقل لازم اشتري السدل لان الحصان الحين يرميني الحين رح يرميني قدامكم بتشوف بسم الله بسم الله والله هنا الحصان شكله اسطوري هذا شكلي خلاص ما ببيعه لا أبي حصان عربي ولا أبي غيره بس رح ادربه رح ادربه ما درعه كم لفل له هالحصان ما يطلع لي حتى كم لفل له سكين ممتاز الحين احط هذا فيدك يا سلام طيب الحين بنحاول نصيد حيوانات ونقطعهم ونبيعهم لان اعتقد السدل كان سعرهم 13 دولار او بسوي مهمة توصيل وظيفة وظيفة توصيل يا شباب بسيدي اخبركم ان في وظائف كثيرة في السيرفر يبديك تسويها وممكن حتى اروح اصيد سمك ما عندي مشكلة انا استنى راينر يدخل رح يجينا ان شاء الله لانه كان طالع معاه اهله قلت له رح ارسلك على الواتساب رقم تيليجرام اللي باللعبة يعني عشان يراسلني على الواتساب وتعالي على طول كلمني اشوفه بيرميني الحين شفتو يعصب لو كملت كان بيرميني والله لازم اشتريه لسدل لازم اشتريه لسدل وصلنا لفلنتاين اتوقع اني ما رح اصيد حيوانات خلوني اسأوي وظيفة التوصيل وظيفة التوصيل في اغلب السيرفرات يعطوني 20 دولار خلونا نشوف حاليا بس ابي اشتري السدل عشان ارتاح انا دبحت حيوان صغير قبل ما اصور خلوني ابيعه طبعا البيع من هنا لانه عندي اعضاء بس وات شال وات اه لا لا هنا 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 بسم الله قاعد اقول شو صار والله قاعد اقول شو صار نسوي سل اوكي كم هذول دولار واحد ايبي الله مو مشكلة مو مشكلة روح لمهمة التوصيل خلونا مهمة التوصيل اعتقد عند البريد خلو على الصبح يا شباب صار الجو الفجر لاتس جو مابع ذا هيوان ايه ولا هذا شه هذا مين هذا هذا ماذا اشوا عنده هذا هلو مان هلو هلو اش مقدرة اش ماهيتكلم شو قاعد ينسوي احنا هلو مان هلو يعيال لازم تيم سبيك انا ما شغل عندي تيم سبيك يب تيم سبيك عن سلتي شات لازم تضبطه يعيال لازم اضبط انا قول لش ما قاعد اسمع الناس اوكي اشباب برجع لكم لازم أضبط المشكلة هذه أوكي جماعة الخير الحين خلاص صلحت المايك شغلنا تيم سبيك وشبكني مع السيربر الحين بيشوف أي شخص بيتكلم معه بس أبي أجرب وين راح اللي علمني قبله شوي كان هنا يا أخي كان عنده نسهر أو عنده شي صح ما دري وين راح خلوني أرجع ولا خلاص ما برجع إذا صادفت حد في طريقة رح أسولك معه وبتأكد إذا المايك شغل ولا لا بس شي حلو يعني تعلمت أو عرفت من الشخص هذا أن في حيوانات للتربية هذا شي حلو والله ما كنت أعرف لأنه شوف تلك كان يعطي أكل لسقر أو شي مادري دعونا نشوف هذي وظيفة التوصيل أيوة هذي وظيفة التوصيل يا شباب في عندي كور أني أوصل ذرة وأوصل شو هاي 30xp آه لازم ألبل أول شيء أوه متفجرات عربة متفجرات يا عيال أو ركوايرز لا ركواير اميت اكس بي أوكي حاني لازم أبدي بالأول شيء لأنه عندي صفر خبرة اللي هي أوصل ذرة يلا لاتس جو وينها أوه لاتس جو لاتس جو طبعاً بيعطوني أكس بي يا شباب وبيعطوني كذلك لحظة وينها وينهم وديني بيعطوني فلوس آه يا جل والله مرة بعيد يا شباب مرة بعيد 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 السيرة يلا خلنا نروح خلنا نروح مو مشكلة إحصاني بأجيك ها خليك السلام على جواء يا شباب والله قاعدين نشتغل الصبح أحس بحيوية أحس بنشاط الحمد لله الحمد لله ما أدري هل بروح أجيب ذرة أنا ولا ببصل ذرة ما أدري بس دام أن العملية هذه فيها فلوس وراح تعطينا إكس بي تفتح للخيارات الثانية ما عندنا مشكلة باللفل أنا مرة مستمتع بالردين صراحة أوه ما فتحت بريد نسيت يا رب ما يوصل راينر الحين يا رب ما يوصل الحين لأنا قلت لأول المفتح اللي أب أرسل لك عنوان بريدي من له التليجرام عشان يرسل الرسالة يعني صباح الفل صباح الخير على الأجواء الحلوى عيسا لا تدعم والله من الحماس أوه في حيوانات ياريت لو عندي نفس العربة هذي والله بجيب حيوانات كثيرة يا شباب بس يالله شنسوي يعني ما عندي غير دولارين دولارين لأني لأني اشتريت للحصان لحين الحصان حتى ما ينفعني لأنه يرميني فلازم أشتري لأسدل ولازم أشتري لأبعد حقيبة لأنه ما فيه انفنتوري ما فيه استوريج ما قدر أحط شي بالحصان لازم أتعلم على الحيوانات الأسطورية صيد الحيوانات الأسطورية يكون مربح فغلب السيرفرات صراحة فبنشوف كيف نتعلم أنا بس أستنى راينر يجي وبنشوف شو راح نسوي لازم أصيد طيور بعد طيور سمعت أن الطيور لها أسعارها في السيرفر هذا أرجع شوي وراي عيسا عزم ندخل في الجسر هذا يلا لا اذهب لنذهب حلو 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 شفابة تخيلوا نركب تعرفوا أنه هناك جرى فيكس لردد والله العظيم أنه شفت يعيال حسبت حقيقة نسيت أني أركبه والله نسيت أني أركبه كان في بالي أني أركبه أركب لكم في المقطع الجاي تخيلوا رغم الجرى فيكس هذا نركب بعد موت جرى فيكس ثاني حبيبي شو بيطلع والله بتحسو أنكم قاعدين تشوفون فيلم ليس لعبة اوه مكان سطوري والله مكان سطوري يا شباب بس ان شاء الله لا يطح مطار المطر مرة ستفردد في بيت للبيع هنا بس بعيد بعيد في بيت للبيع بمر عليه وانا جاي باشوف دعنا نخلص المهمة هذه أول ولا هذا هو البيت والله حلو تعرفوا شباب برجع لأرجع لأخاف المهمة تتكنسل ما فيني لا بالثلج والله شكله بالثلج الظاهر انه بالثلج يا شباب اي والله بالثلج يلا مو مشكلة مو مشكلة هذا المكان اعرفه يا شباب والله اعرفها هي بالسلسلة اللي قبل هذي كنت اصيد احصنة او ما يقولوا اصيد اروض اروض احصنة في عربة في عربة هنا مين هذا؟ مين هدول؟ مرحبوا؟ سحبوا علي لماذا خافوا؟ والله خافوا على بالهم شسمة على بالهم بخطفهم شكلهم والله مرة كده فجأة ركضوا او لا لا مو بالثلج ايوه عرفت الحضيرة هذي والله عرفتها طيب ندخل المكان ونعبي قمح اعتقد ايوه نعبي قمح توقعت شفو مكتوب لي صفر من خمسة يجب نعبي اوقف هنا يعني ولا كيف ولا انزل ولا شو سوي اتوقع اني انزل طيب نوقف هنا ايوه شفتوا مكتوب لي بيكاب ناخذ القمح ونعبي داخل لاتس كو الواقعية ماذا؟ اه يقول ماذا؟ والله العظيم منها وظيفة نايس شوفوا شوفوا كيف شوفوا كيف يرميها فألا والله العظيم استورة طيب بالحين المكان الثاني اتوقع اروح ولا شو ولا نفس ايه لا نعبي هنا كلهم حلو 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 ان شاء الله بس يعطيني 20 دولار هذا اللي ابي ما ابي كثير 20 دولار اشتري لي السدل للحصان واشتري لي باكس هذا اللي ابي يلا هذا الكيس الثاني ارمي اوبا طيب يلا ناخذ الكيس الثالث الحين وهذا الكيس الثالث يلا بقى الرابع والخامس يا شباب وهذا اخر كيس ويا رب يقول لي خلاص ارجع ما ابي صراحة يوديني مكان ثاني يلا يا رب اوح شوفوا شوفوا كيف العربة امتلت عيال لاتس جو والله العظيم منها اسطورية السيرفر اسطورية السيرفر شفيني لقم تخربط والله صاري 3-4 أيام انا ما على طبيعتي جاتني رسالة يقول لي انا عطشان معني مو عطشان مرة راح نسخوني نشرب ما عندي غير اثنين والله لازم لازم يا شباب انتبه عن نفسي اكثر روح نرجع نفس المكان اعتقد الحين راح يفتح لنا الليفل الثاني اللي هو يمكنني اوصل للطلبية الثانية كي مثل ما انتو شايفين حاليا متوجهين اوو طاح مطار اني قلت ان شاء الله ما يطيح مطار بس طاح هذه الوظيفة مثل ما انتو شايفين اخذنا ذرة ونوصلهم للمدينة وان شاء الله يفتح لنا الليفل الثاني هذا مين قدامي والله سي فايدين قاعدين يشتغل الوظيفة هذه مو بن اول واحد يعني مروا علي الحين اثنين نفس الموضوع قاعدين يشتغل الوظيفة هذه بس هم بالليفلات متطورة لان عرباتهم اكبر عن عربتي شوفوا كيف لما ادور غزلان ما الاقيهم لكن لما اكون مشغول كل الغزلان يتركضوا قدامي اوكي اشوف فالنتاين قدامي وصلنا الحمد لله يا رب يا شباب ادعوا معي على اقل خمستاش ابي خمسة عشر دولار ما انا ما اتوقع لانه ما ادري لانهم يعني لفل واحد هذا اول شيء ومهمة سهلة يعني بس اللهم انك تسوق العربة ما تسوي شيء فانا عارف عارف خبط الاجانب دايما اي شيء سهل يخلوا الراتب مرة شسمة يخلوا الراتب مرة قليل اوه احصاني لسه موجود والله احصاني سطورة طيب وصلنا الحين شو نسوي يا الحبيب جبت لك الأغراض جبت لك الأغراض يا راتفضل ها شا اسوي لك الحين قلنا نكلمه نسوي لك 25 لاتس جو تعال يا حبيبي والله اشتري لك سدل ادلعك شوف كيف معصب 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 لا لا بيرفسني بيرفسني تعال ليش ما يمديني اركب سوي لك كلم سوي لك كلم تعال اهدي اهدي شا سمي شو مسميها أنا نير مانا ما ادري شو مسميها شباب مراضية اهدي ليه طلال لا اركب غصبا عنك انا اشتري لها السدل لانه مرز علالة ما عاجب هالوضع كده سدل كم اوخ بي خنزير بس ما يمديني يا شباب لانه ممنوع احنا في كم واحد عشرين واحد بالسيرفر فما بي اسوي مشاكل شوفوا الناس كلهم قدامي بحاول اتكلم معاهم اشوف اذا بي حد قاعد هنا احد الابوتات طيب خلنا اسئوله مع هدول هلو جنتلوند هلو 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 هل تسمعوني بس شوفوا هذا شو شعري شوفوا شو شعري يا شباب هذا نفس الحصاني تقريبا بس صغير بيربيه عحينا بيسوي تزاوج وحركات بس ما ادريش ما اسمعهم يا الله بلا بيفكروني نوب بيقولوا هذا نوب ما يعرف فيه لعب طيب خلص خلي الحصاني خليها تروح سوي الهفلي خلوني اشتري شوفوا الحصان الابيض هذي كيف سطورة يا الله متى بيكون عندي حصان كده انا طيب نروح على مايهو لا اين نحطي هنا اول شي لا مو كده مو كده ترجع هورس صغير خلاص اصدلها الحين بس اشترينا استدل الشباب خلوني اسوي restart للعبة لان��라 ما يشتغل عند الصوت طواني بس شغال المايك يا شباب شغال المايك يا السلام يا اسلام كيف حالة نعم يا ؟ شو اسم حصانتي ؟ دعنا ننزل عباش نعم أسمها كيف لا يحصل اسمها ؟ أهه وين الاسم بالله ؟ والله ناسي همم دعونا نسوي المهمة ثانية يا شباب علشان ان نلبد بسرعة هناك شخص واحد يسوي أه شو قاعد يسوي آه هذا قاعد يربي يشوف شو يا شباب قاعد يروض ماذا؟ يا يا رب دعونا نسولف معاه والله الحصان رهيب هيا يا ميت كيف حالك يا فلا؟ أو ما تتخيري؟ أنا خمسائه إنعنا أحي Mulحبا أطول بناءало إنه نفسه التي تكون الناحية لا أعرف ما السؤال أنا أصبح الأول أحد النموذي و أنت تحصل من أطبع ابعضاء أطبع إنه هي المفادرة أصبح على قائمة و أنا لا أعرف لماذا هو بسهده لكنه مفادرة لقد كانت أحد ضيارة ولكنه كنت أحاول بسهول به بعد ذلك نتعلم أنه كان قد من أنه كان9 اتيت و تتحفوا مفادرة واحد ولكنه لا تكلم اعلمك آجاً يا مام بحق الأشتاء لا يحتاج أن يكون مفادرة في المقصر المفيد في الحصاني قال لي كنت جاء لها كناً اختفى ايوه اشتا عالي والله لا ادبحها ابلعي ببيع 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 اللفعة احصان يا من راح هورسيس توفار طيب وين راح الحصان يكون دخل داخل طيب قالي الشخص هذا بمختصر مفيد ان السياسة السيرفر ما تسمح ان انبيع الاحصنة فقط للمدربين هم اللي عندهم الصلاحية هذه فانا فتحت صراحة في الدسكورد عندهم نحظة خليطي لأسكين فتحت مقترح علشان بس اقولهم ان المفروض ان اللاعبين كلهم كذلك يروموا يبيعوا الاحصنة مو بس المدربين فباشوف شو يقولوا علي يعني شو يردوا علي طيب الاحين هذا ما يمديني ابيع حرام والله ما يمديني ابيعه طيب اه تذكرون انا عندي عندي لهذا عندي الفاس مدري اذا خليني اشرحها خليني اشرحها ولا لا ايو والله يبدي اشرح الافعة هلوين طيب بنبيع الافعة بنشوف كم سعرها اكي عطاني ميت وعطاني انيميل فات وعطوني شغلات خلونا نبيع كل شي هنا ونشوف كم راح تجيب من الافعة هادي راح تجيب لنا كثير واضح اربعة دولار لا والله حلو اربعة دولار والله اربعة دولار من افعة نجمة وحدة يعتبر ممتاز هذا حصاني انا وين حصاني ايه هذا حصاني تبونا نكمل نسوي مهمة قولوا معاي مهمة خلنشوف اذا فتح لنا لفل ثاني لما وصلنا الذرة عطونا خمسة وعشرين خمسة وعشرين تعتبر مرة ممتازة يا شباب مرة ممتازة طيب نوقف الاحصان هنا يمديني اربط الاحصان صح ايه يمديني يمديني اربط الاحصان طيب اه بشوف المهمة اللي بعدها ما ادري كم لفل عطوني هل يمديني اسويها ولا لازم اتم افك على الاولى خلننشوف كم لفلي انا ثلاثمية او يمديني يا شباب لا ثلاثة مو ثلاثمية اهي تحتي اه كل مرة اسويها راح يعطوني ثلاث لفلات فقط هاي محتاجة ثلاثين بيك كارد شوفوا بس يعني لازم اسويها تقريبا اذا ثلاثة لازم اسويها عشر مرات تقريبا طيب نسويها بعدين مو مشكلة شباب انا ما عندي اكل ولا عندي شيء والجوع صار يسيطر علي فالحنا خلنا نروح ناكل وكذلك بيشتري شيء للحصان الحصان مرة منزعج انا ليش تكلم من احساس على اساس ان اذكر هاذا انثى يا عيسى وهذا الحصانة انثى طيب شوفوا مدربين الاحصنة دايما موجودين هنا لازم نخفف السرعة يا شباب لانه ممنوع انك تركض بقصة سرعة بالمدينة يعني بس كده ركض عادي هنا ونشتري اهم شيء موية لانه ما عندنا موية واشتري كذلك اكل للحصان بعد طيب في عنده تولز خلنا نشوف التولز شو التولز اللي عنده اوه بيكاكس وعنده سيرفايفل بوك بيسيك سيرفايفل اوه هذي علمك كيف تعيش غلاس بوتل فاضية اوه لازم يعبيها موية اوكي الحين اعرفت والله القولد بان اوه التليجرام من هنا من هنا التليجرام عشان نعطي الرقم بس بعشرة دولار والله رايدا اسمح لي بيشتريها بعدين ما عندي فلوس الحين انا طيب الحين خلو نشتري الاشياء العادية نشتري كوفي كم سعر الكوفي دولار ابي شيء رخيص الموية الموية 0.50 خلو نشتري 10 موية 5 دولار كذلك نشتري نبي اكل رخيص ابل 0.50 ما اعتقد بيكون في شيء ارخص ايه ما في شيء ارخص خلو ناخذ الابل يلا اوه هذي للهورس اوكي خلو نشتري 10 للهورس وبيتش هذي حقي اوكي كامل 15 دولار ادري المبلغ مرة كثير لكن لازم يعني مجبور شو شو سوي خلونا نجرب نشترب موية اول شيء المشكلة ما يعب كثير لازم انا اشتري زجاجات فاضية واعبيهم موية وبعدين اروح النار واغلي الموية وكده وبعدين تصير صارحة للشرب طريقة معقدة بس حلوة تنفع كم ظل عندي فلوسة الحين 4 دولار والله ان السيرفر صعب يا شباب جد جد ان السيرفر صعب طيب اوه في احصنة شوف في احصنة ياريت لو نقدر روض والله ياريت شوفوا الاحصنة القدامي يا شباب يا الله بس ما ماشي فايدة هذا شو خلنا شوف شو نوعه مورغان هذا ارخص نوع والله حرام يا شباب ما يمدين نسوي لهم شيء طيب خلنا نجرب يمكن ما ادري يمكن نجرب شوفوا اح يرميني على طول اح يرميني والله يكون يمديني بيعة حركات هذه يسويها لما تحاولت روضة ثاني ثاني خلنا نشوف تعال 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 خلينا نروضك نجرب يمكن نصلحوها المشكلة هي مو مشكلة هو هو كان وين راح الحسان هو كان لاغيها اساسا ايوه يلا ما يخليني يا شباب ما يخليني يرميني على طول يالله تعال تعال يلا اخر مرة يالله يعيال هلكني الاحصان هذا شو بروض انا مرسيدس يالله دعمنا انا وياه يا رب ما يموت تعال 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 اركب علي والله ما اخليك الحسان هذا شكل يقول روضني خلاص التوبة والله بيقول روضني يالله خلاص هرب 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 تعال 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 والله ما اخلي شباب ما اخلي ما يمدين الروض هذا ما ادري عد من السيرفر المسوي كده ولا شو خلاص لا لسه ايه والله هرب خلاص بروح اكلمهم على الديسكورد والله بقول شوف لنا حل كذا الوضع ما يصرف انا عندي السلاح من اول من رصبنا في السيرفر رو عدنا السلاح بس هل هذا السلاح في طلق ولا لا لا صفر ما في طلق لازم انا اشتري طلق شباب رح اشتغل مرة واحدة الوظيفة نفسها هذه لانها صراحة مرة حلوة لكن بسوي لكم سكب ما راح لانا شفتوها صراحة يعني عشر ما تملوا عشان بس اشتري لي قوس ابي قوس للحيوانات او سلاح كبير لانا ما عندي اي سلاح يا شباب فباخذ العربة وبنروح هناك ولما بخلص يا شباب بسوي لكم يعني بسوي سكب فاهمين انتو الشباب قبل ما اسوي لكم سكب شوف المكان غيروه خلوه هنا خلوه بقرية اميرالد يلا المكان هذا اقرب يلا اسوي لكم سكب وارجع لكم يا شباب شباب دم اني وصلت هنا تعرفون شو سيشفل صح تعرفون شو رح يسوي معانا السيربر في عدد ولله بقولهم اول مره التعب انا معرف سوي عمري غبي والله انا خاف يا شباب والله اني خايف بس بس هذا هادا ما في غيرها ولا تعرفون شو خلويني اكمل على الثاني بعد نكمل على الثاني ما اعتقد تعد بيجيني صح شباب والله انا ماارف شكا حد اعنم مسرعة占 اذباحa خاف يزينه والله حاف كدا حد يرسبي علي فجأة يلا باقي إثنين هذا لكم نجم abort هذول نسق出 3 نجوم تعال 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 بعض مثلا بسم الله والله أتوفر سمع صوت هذا خافي نطحني تعال trillion يبيعتم كلهم يا عيال والله ممنوع ممنوع بسرعة بسرعة سويزكن 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 وهرب والله لها معنا علاقة ما عرف شو صار ما عرف exhausting يع unbelievably بسرعة بسرعة يا لا أخر واحد سمعت إذا كان اني بقول له ها أنا الفرح اليسان ليس كما جتاح ليش ممنوع بقولهم ليش ممنوع هذا حيوان عادي كده بسوي عمر غبي والله خلاص خلاص دبعت أربعي يا عيال هذي لحالهم يمكن عشرين دولار والله العظيم أهرب 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 ما لي علاقة أنا جيت حملت ذرة ومشيت صح حملت كورن بس أنا ما سويت شي ثاني صح شباب يلا الله كل يقولي صح بالكومنتات دافوا عني دافوا عني أوكي يلا هربنا يا عيال هربنا يا الله والله منطقة أسطورية هذي منطقة أسطورية أوكي وصلنا لفلنتاين خيرا والله كنت خايف طول الوقت قاعد أشوف وراي أشوف في حد رصباً وراي ولا لا طيب خلونا نسلم العربة ما أدري هل راح يزيد المبلغ يمكن يعطوني أكثر من خمسة وعشرين اكتماعي خلنا نشوف خلنا ننزل نسلم العربة تعالي الحبيب تفضل لا نفس الشي خمسة وعشرين خلنا نجيب حصاني يقولي يور هورس تو فار ليش حصاني وين أنا خليته أساساً صاني وين ما في حصان هنا لما أنا دي يقولي حصانك بعيد كيف يعني بعيد طيب أه لا الحين يجا أوكي خلونا نروح نبيع جلود البقر اللي دبحناهم قبل شوي أتوقع توقع أنهم غاليين دبحنا احنا أربعة وكلهم ثلاثة نجوم يعيال العطش مرة خايز سرعة يعطش ترى والله سرعة يعطش راح يشرب كثير موية أو لازم أسوي نار وحركات يلا شربت علبتين موية أفروض أن يزيد للنص ما زاد شي شوفوا والله ما يزيد شي مرة صعب السيربر بالنحية الأكل بعد خلنا نبيع نشوف كما يز أنا أتوقع راح أحسن كثير أتوقع سبعة لحم وأربعة جلد واثنين قرن واثنينة خلاص كم كامل تسعة دولار حلوين الحمد الله سبعة أربعة ثنين ثنين أيوة حلوين حلوين صار عندي كم يا شباب شوف كم صار عندي وين اللحظة يفتح الانبنتوري قال عندي تسعة وثراثين لاتس جو تعال اشتري سهم على طول اشتري لك سهم يا حبيبي لا تركض لا تركض هنا ممنوع 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 في ناس ما في ناس حلو في واحد بس قدرش يسوي هذاك الله الظاهر سكران يا شباب شوف شوفه سكران الحبيب هلو دو ينيد هيلب هاريو كي من سكران يا عياد طيب خلونا نشتري أسلحة نشوف شو الأسلحة اللي عندهم أو شاني نشتري طلق أنا شو السلح اللي عندي أكيد سلح خايس هذا بس مجاني ريفورفر طيب نشتري طلق للريفورفر ونشتري كذلك باي امو ريفورفر هذا الريفورفر بعشرة والله كتير يا أخي طيب نشتري منشتري بس واحد ستقد كم واحد بيجي في الريفورفر ثواني خلنا نشوف لحظة أنا قاعد أتكلم ولا شو فاني أنا أنا ما أعطت بوشتوك يا عيال أي والله ما كنت حاط بوشتوك الحين حطيتها يا عيال الحين حطيتها خلنا نحط السلاح ونعبي ذخيرة هذا السلاح في إيدي الحين نفتح كذا ونسوي يوز خم طلقة أوه يكفي يكفي خلنا نحط كل الطلقات حلو 44 طلقة وزائد 6 ممتاز طيب خلنا نشوف محل الناس الحقيقيين هذا ناس الحقيقيين هم يسويون السلاح بس نفس الشي حاطين لنا يستهبلون لازم نروح محل ثاني يا عيال لازم نروح محل ثاني طيب أوه قوس القوس تعالوا ننسيت القوس يا شباب ويبن نروح على المسك لا البو بو هذا البو كم سعره 7 دولار أوكي مقبول السعر نشتري كذلك أرو في عدنا النورم والعدنا الصغير أنا بأخذ العادي أتوقع الصغير حق الحيوانات الله أعلم أتوقع والكبير عادي يعني حق الدفاع عن النفس أنا بأشتري الاثنين خلنا أشتري هذا دامني بثلاثة دولار خلني أشتري من خمسة وأشتري بعد العادي خمسة لا العادي عشرة أنا بحتاج العادي أكثر أنا أوه يدون هاف مني ما عندي فلوس يا شباب أشتري خمسة معناتها ما ظل عندي فلوس أساسا ما ظل عندي فلوس واحد بس يمديني يشتري طيب الحين أبي أجرب أبي أجرب على حيوان ونشوف هل كلامي صح ولا لا أنا أطلع من هنا حط القوس أول شي بحط حق شسمة أوكي حطيت القوس وعبيت طلق يا شباب لا لسه أي عبيت عبيت الطلق هنا لازم ندور على حيوانات توقع شفت حيوان أتوقع هنا فوق الجبل في حيوانات أبي أجرب الأسهم الصغيرة هذي اللي اشتريتها هل تدمج الحيوانات وتشيل النجوم ولا لا أيوة في حيوانات أيوة جاتا بس هرب ما أعتقد مات هذا وردي نجمة أوكي ذبحت ما ماتت وين اختفها وين يعيان ما يموت أوكي هذي ماتت بس ما منه فايدة ما منه فايدة والله اتوقعت أكثر شباب اكتبوا لي بالكومنتات شو تتوقعون الأسهم هذي اللي اشتريتها أنا الصغيرة في أسهم صغيرة وفي أسهم كبيرة دعنا نروح نبيع هذا وانقطعه هذا بيجيب لنا بيجيب لنا سعر حلو يا شباب شو هذا المكان ليكون مدام نزار مادرش يسمها تعتبر من البلاك ماركت شوف المكان هذا رسبا قدامي كده يحس في شي غريب ما في شي هناك لا هذا حق حق جراند زيها شفو مو جراند يعني حق الأفلاين يفتح البوكس ما يسوي شي هو في حيوانات ذاك حيوان أرنب 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 يحبي يوقف يهو الحصان هه فالحصان يخايص أنا اوكي هنا في حيوان بطيء بنجرب عليه هو النجمتين الحين ما مات ما جات أصلا اواني مين راح هذا بس أدعسه وينها اختفى اي هذا هذا اي هذا قاعد يقاوم صار نجمة يا عيال مع كلام فاضي كلام فاضي الأسهم هذي بس شو الفرق من بينها ما دري ليش فيها أسم صغيرة وأسم كبيرة ما أعرف يبقى ننبيعهم هالاثنين بنشوف كم بيجيبوا لنا الحصانة يا شباب مرة متضايقة هذي ما أدري هل لازم بنعطيها أكل خلنوا نعطيها أكل بالله وأنا عندي تفاح لها أشوف يعطيها أكل الحين بنشرح الاثنين وبتشوفوا كم بنحصل يا شباب هذا أحلى شي في السيرفر إن الحيوانات متنوعة وكل واحد وسعره وأسعار يعني فارق عن بعض مو زي مو يعني مو مرة قريبة عرفتوه نرمي بالأرض ونشرحها نفسخ الجلد وبعدين نروح وكذلك نقطعها عشان ناخذ الأعطاء وهذا نحن أخذنا الجلد والحين ناخذه ونرمي بالتقطيع يا شباب بالتقطيع يلا بالدور 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 صف وطابور قطع بسم الله أوكي عطانا أنيمال فات وعطانا رجل وعطانا لحم وعطانا شغلات كثيرة طيب وين هذا الست الصغير وهذا هذا راكون صح وقع راكون هذا طيب خلنا نسوي لسكن الراكون وكذلك بعد نودي هناك ونشرحها يلا طيب يلا ناخذه يعطانا شغلات كثيرة حلوة وعطانا لحم ومادروا شنو نشرحها سيرفر واقعي بحت هذا الشي اللي خلاني نحينا أستمر والله العظيم أصحف اليوم الثاني متحمس أني أصور لكم والهدف الثاني يعني ليش قاعد متحمس لأن ما شاء الله تمام قصرين بالدعاء طيب نبيع كل شي هدول بنشوف كم نجيبنا يا شباب كامل يا شباب 13 دولار وقص بس من حيوانين ركزه حيوانين 13 دولار كم عندي فلوسة الحين؟ أبقى أشتري خيمة يا شباب خيمة من وين نشتري خيمة بالله؟ مادري هل أنا أعتقد الخيمة أشتريها من لازم تشتريلي خيمة ونار وحركات هذا أهم شيء لشان تحفظ أغراضك وتحفظ أمورك وتريح بالخيمة خلنا نشوف أعتقد هنا أنا بس مادري شيكت ولا لا تولز تليجرام جولد فان شباب تشتري عربة والعربة تخترب تمام؟ لما تخترب العربة تشتري هاي أدوات تصليح تصلحها طيب هذا المتجر الناس محاطين الأغراض هنا الناس بايع يعني فحم وشغلات كثيرة والله شوفوا يا شباب هل ناخذ وحدة بالله دونات عندنا خلنا نشوف هل تزيد الأكل مرة أه والله مرة تزيد كثير نايس طيب في شيء للشرب ما عندهم هنا للشرب؟ عنده تي ثلاثة دولار معناتها ممتاز والله خلنا نشتري اثنين أعتقد بيعبيلنا كامل خلنا نشرب واحد يا رب عبيلي 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 كثير خلنا نشوف لسه ما شربه كامل ليه آآ مو كثير مرة عبالي بس مو مرة كثير في حلاق هنا ولا لا؟ آآ في حلاق أبي غير في حصاني أولي الحصاني تروح وتريح هذا حصاني؟ أي أبي حصاني هذا روحي رايحة روحي طيب اللي بسوي يا شباب أبغير تسريحتي أبغير تسريحة أبي قاعد على الكرسي أشوف الواقعية والله سيرفر سطوري طيب إحنا نغير اللحية بس مرة وصخ لازم أخذ شاور طيب ما يمكنني أغير اللون ورطنا يا عيال لا يمكنني يمكنني حلو طيب ما يمكنني أقرب أكثر لا ما يمكنني خلاص كده خلاص لا يمدي بس شوي بعيد يصير يالله كده حلو عبي شعر يكون حلو ما محطيه قبل بعد شوي أيوه كده كده تمام تبونا حطها يصلع شباب والله ما ألعب قرر ما بس عب على السلسلة والله هذا حلو صراحة تحس كده فعلا ريفي واو يا شباب والله العظيم طلع الشكل سطوري حلاص سوي لكم عندي عشرة ولا ما عشرة عايب عندي لاتس جووو والله إن الشعر سطور نوتينفكاش ديش كم عندي أنا اوو راح ينمسح راح ينمسح يا شباب يالله هذا مين بيعطيني فلوس هذا والله مشكلة فضيحة هنا فضيحة تسألهم عن فلوس والله ما يعطوك يا شباب يقولوا إنه إحنا فقراء يعني زمن أول ما في حد يعطي الثاني طيب ما مشكلة خلاص بسويها في بداية الحلقة الثانية أبي أقولكم إنه وصلنا إلى نهاية المقطع مقطع مرأ سطوري هذي ثالث حلقة وراينر لسه ما أرسل اوه أنا ما فتحت تليقرامو يالله ما أعلي الحلقة الجاية أعطيكم العافية كان معاكم عيشة 400 اشتركوا في القناة